توماس ويدروس اللي صرته زهرة قدامك دلوقتي دخل موسوع الجنس باعتبار انه صاحب اكبر انف على مستوى العالم كان عايش في القرن الثمنتاشر والحد يومنا النهاردة محدش قدر يقصر رقمه القياسي وصل طول انفل حوالي 19 سنتمتر تقريبا ودي بتعادل 7 ونص بوصة وبعد وفات توماس الحكومة كانت عملت له تمثال في المتحف القومي الرجل الهندي ده عمره 63 سنة دخل الموسوعة سنة 2003 باعتبار انه صاحب اطول شعر للأذن لحد يومنا النهاردة محدش وصل للمستوى ده واخد شهادة موساقة من جنس مكتوب فيها ان طول شعر الأذن بيوصل ل13 ونص سنتي بصراحة كده انا لما شفت صورة الرجل ده جات لحالة زهول لكن في الحقيقة هي واحدة ستة هندية عندها مرض نادر اسمه فارط الشعر دخلت الموسوعة سنة 2017 باعتبار انه هي الوحيدة في العالم صاحبة اطول لحية بين النساء الصحافة الهندية عملت معاها اكتر من لقاء صحفي والست دي بتشتغل عارضة ازياء الست الصينية دي بقى هي صاحبة اطول رموش على مستوى العالم ودخلت الموسوعة في 28 يونيو سنة 2016 وصلت الرموشها ل12 ونص سنتي ودي بتعادل 5 بوسة تقريبا في بداية الامر كانت بتقص شعر الرموش لانه بيضيقها جدا لكن جاء عليها وقت وفكرت انها تدخل بيه موسوعة جينس ومن ساعتها ما فكرتش انها تقصه ابدا لو عجبك الفيديو اضغط له لايك واشترك في القناة وتابع كل جديد انا بقدمه واهم حاجة رأيك دلوقتي في التعليقات وشارك المحتوى علشان القناة تكبر بيك سلام